تحت رعاية اسم الشيخ خالد بن حمد الخليفة النايب الاول يرئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الاولمبية البحرينية توجه اسم الشيخ سلمان بن حمد الخليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة فريق الجامع الخليجية بطلا لدور الجامعات لكرة السلة بعد فوز على فريق الجامعة الامريكية بنتيجة 90 مقابل 54 نقطة في المباراة النهائية التي يقيمت مساء أمس السبت على صالة زين بأم الحصنة وشهدت المباراة نهائية حضور رسم الشيخ عيسى بن علي الخليفة وكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية ورئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة سعادة الدكتور عبد الرحمن صادق عسكر ورئيس الاتحاد الرياضي البحريني للمدارس والجامعات سعادة الدكتور الشيخ صاقر بن سلمان الخليفة ومسؤولية الجامعات وبهذه المناسبة ثمن اسمو الشيخ سلمان بن محمد الخليفة رعاية اسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة للمباراة النهائية مؤكدا أن ذلك يعكس دعم اسموه واهتمامه بكافة الأحداث الرياضية مشيدا كذلك بمستوى التنظيمي والفني لمنافسات دورية الجامعات وكرم اسمو الشيخ سلمان بن محمد الخليفة الفائزين بالجوائز الفردية بداية من أفضل لاعب في دورية الجامعات السلاوي لاعب فريق الجامع الخليجية الواثق علي لتأثيره على نتائج فريقه وثبات مستواه الطوال المسابقات فيما ذهبت جائزة أفضل مسجل ثلاثيات إلى لاعب فريق الجامع الخليجية عبدالقادر صلاح وصعد اللاعب نفسه منصة التتويج ليتسلم جائزة الهداف لتسيطر الجامع الخليجية على الدوري بنيل الميدالية الذهبية والجوائز الفردية بجدارة واستحق فريق الجامع الخليجية اللقب بجدارة لسيطرته وحسن إدارة مدربه كريم العنزور المباراة مستندا على كتيبة رائعة في الملعب وعلى مقاعد البدلاء ضمنت له اللقب من خلال تميزه في الربع الأول إثر محافظة لاعبه على التقدم طوال المباراة رائعة الخليجية الهدره اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة